فرح ازيك يا كش بتعملي ايه؟ اهلا 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 انا قلت مرا تمرين فرح تتستخدم تتمراني تتمراني من وراي فرح كل شوية مش مصدق سواح الفل طبعا يلا نتنشط ونلعب شوية ترياضة مع بعض انت كنت تعملي دلوقتي تمرين ايه؟ انا كنت بعمل تمرين بمرين عضلات ضهرين ضح؟ اه 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 بتعرفة ليه من مرين عضلات ضهرين او ايه الحاجات اللي الناس بتشيكي منها اه طبعا اه طبعا اه طبعا اكتر حاجات الناس بتسأل عليها الدهون اللي بتعمل جمعها في الظهر من فوق وده مشكلة فعلا موجودة عند ستات كتيرة جدا الرجالة اولايين بيشتكوا من قضاء ده السؤال المهم هو ده ليه حال؟ يعني الدهون دي ليها حال؟ بصية يعني فكرة الدهون نفسها ليها حال بس فيه ناس بيقولك عايزين تمرين معينة مثلا تمرن الجزء ده وده شي مش مصبوط هو المصبوط ان احنا اللي بنيجي بنتمرن بنلوس فات من الجسم كله بنزود المسلز بتاعتنا فبتزود الميتابوليزم بتاعنا سرعة الحق بتاعت السعرات الحيارية فبالتالي جسمنا بينزل منه الفات من كل الجسم بس المشكلة بتاعت الظهر دي يا فرح موجودة فعلا نعم نيجي نعمل التمارين بتاعت الظهر بتاعتنا بتاعت الشاست التمارين دي بتفرق في شكل دهرنا لما الفاتس بتنزل وفي نفس الوقت بتسرع من شكل الظهر يتحسن اسرع اكيد طب احنا في دلوقتي تمارين نقدر نعملها نعمل نهاردة اربع تمارينات كده ممكن يساعدونا في ويتعملو في البيت تعرف انت عارفة بالمناسبة يعني الموضوع الفاتس الموجودة في اللهر داية ليها اسم كتيرة من ضمنها اننا ممكن السعرات بيلبسوا لبس مش مقاسهم بيبقى داية عليهم أو حتى في البنترونات حتى الويست والحاجات داية فتعالي بقى نسعيدهم النهاردة ونعمل تمرين غير متى كنتم تتعمليها اللي هما يقدروا يعملوها في البيت يلا بينا اول تمرين هناخد الاوزان بقى بتاعتنا وهنعمله انتم ممكن تعملوه على الارض عادي احنا هنعمله على البوزو بول او على البالانس بول خذ البينك بتاعتك لو عايزه انا هاخد الاوزان التقيلة دي ايوه يلا جاهزة تعال نقرب احنا ممكن نقف على الارض زي ما قمتلكه وممكن نطلق على البوزو بول هنا اه البوزو بول ده يعني لو حاجة عايزين نصعب شوية الضمبت مدعود دامي وحنزل بتاعة كياني باركع كده وابص على الارض وابدأ اشد واون تو تاني رجبتي شوية تريه نكمل يا كوتش وشدين بطننا ايوه لو رجلي بتتهز مفيش مشكلة انا بحاول ان انا لقى بعلنس بس لكن لو حاجة النيت عطاعي مثلا ناحية اليمين زوء يبجلك الشمال اكتر شوية احاول اوزن بطن ما انا شهدت بطني والكل بتاعي شغال هبقى بعلنس اكتر هحاول اعمل 15 عمده طبعا اه في البيت بدل لو مفيش اوزان في البيت ممكن ازا ستين مية وهتدي الوزن اللي احنا محتاجينه بحقيق ممكن نتخل باي وزن زي ازايز المية مثلا يبقى الوزن بتاعها زي ما قلنا الازايز الكبيرة تقريبا كيلو ونص تمرين الثاني بقى هنحاول نعمل دوت 15 مرة ثلاث مجموعين التمرين اللي جاي هيبقى البوش اوبس اكتر حاجة فرح بتحبها كل ما يجي الصف هبصلي اعملت المرة بوش اوبس الوحدة جدا كلنا هنحب البوش اوبس طبعا هحطي ايدي هنا ايدي هتبقى تحت كتفي هفر الظهري قوي هنزل وان واطلع تو تري طبعا فيه البوش اوبس الاسهل لو مقدرناش نعمل البوش اوبس ديت ممكن نحط ربيتنا على الارض نعمل النيلينج بوش اوبس صح كده؟ اه احسن عندي كتير من ان انا ضهري يبقى متنى او يبقى عندي مشكلة في القوان بتاعي وانا بتمرن ان انا احط ربيتي على الارض ده التمرين التاني دي كم عدة البوش اوبس بالتمرين الصعبة شوية اللي بتمرن الكتف والترايسيفس ممكن نعملها عشرة مرات ثلاث مجموعين هتفرق معنا قوي في شكل جسمنا دي تمرين برضو من واحنا على الارض هنا ممكن ناخد الوزن اخطي الوزن بتاعك يا فرح تمام نقدر نمرن عضلات الكتف الخلفية ماشي ودي بتغير شكل الضغر او البزء اللي تيدو هون في الباك تمام ايدي هنا وحطلع وحطلع اللي فوق وان تو ثلاث مهم قوي ظهري مفروض فور خمسة كمان ايدي عندي سؤال اليد تبقى مفروضة ولا مش مفروضة لا اليد عايزة تبقى متنية تانية صغيرة تانية صغيرة اوك دائما بحاول ان انا المفاصل بتاعتي ان انا اشتغل على المسلز مش على المسلز القلبو بتاعي او على رجبتي اللي او باعمل السكوات مثلا اه بس هطلع لقدام شوية خير اوك طب احنا قولنا كم عدة دي في البيت يعملو هبقى نعمل 15 عدة ثلاث مجموعات اخذ تمرين ممكن ناخد الكاتل بالا وانا قاعد على الارض باي وزن موجود عندي اه باي وزن موجود عندي وانا قاعد شولد البريس هيفرق معايا قوي بتختاري دايما الحاجة نفس الالوان بتاعدي هواواواواوا اشتغل هنا اماسطاشاfer عدة تشو هرب هيلا يا فرح كور انا باريتش منك بصراحة consists انا باريتش منك بصراحة في نفس الوقت انا بشغل الكور بcı وانا قاعد كده. شكرا. اعملت بزمة يعني. اه انت مكملة عايزة. دي من المهم اللي ممكن لو عملناها نركز بها على المشاكل اللي موجودة في الدهون في الجزء اللي قاله بتاع ده. اه مهم قوي ان احنا برضا نحافظ خبعا على اكلنا. مهم جدا نحن نمشي ونعمل كارديو ان احنا نحاول نحن نخس من توتل الجسم مش من الاماكن وعيانا اللي دوت مش هيحصل. الاهم بقى من كل ده ان واحد يواظب على الرياضة حتى لو حركتين زي ما احنا بنعملهم كل يوم الصفح ياريت. حتى لو مص ساعة. صباحكو زي الفل. صباح الفل.